طب ايه اللي حصل مع المنتخب مصر السحافة اللي استاقت من تصرف حسين حجازي وانتظرت عقوبات الاهلي هي نفسها اللي بدأت تطالب بحل عشان حسين حجازي يشارك مع المنتخب في الدورة الالولمبية بأمستردام وكأنها لم تنتبه إلا بعد قرار الاهلي وكتبت المصور على قرار الاهلي بإقاف حسين حجازي القرار في ذاته حازم وقوي ويصون سمعته في المستقبل ويمنع تكرار الحادث إلا أن تمثيل مصر في الألعاب الالولمبية يستدعي وجود حجازي وإلا ضعف الفريق وضاعت قوته المعنوية فنرى من الضروري تخفيف العقوبة وبدأ بعض عضاء اتحاد الكورة يفكروا في مخرج لأزمة حسين حجازي ومحاولة تبرير خطأ اللي حصل في وجود مندوب المالك فؤاد بإنه ما تلعش يستلم الميداليات خجلا من الخسارة وقرروا إرسال التماس للنادي الأهلي علشان يخفف إيقاف حسين حجازي فكتبت الأهرام إيه بقى؟ هناك فريق من أعضاء لجنة الاتحاد العليا يملون إلى تعضيد هذا الالتماس لإخراج حجازي من هذا المأزق الذي ينسبونه إلى خجل حجازي لا إلى تعمده الإهانة أو رفض التشرف باستلام الميداليات على أن كل الرياضي المصري وحجازي أول الكل يفقه معنى التقاليد الرياضية وما من أحد منهم يستطيع أن ينكر حبنا جميعا وتقديرنا جميعا وطاعتنا جميعا وولاءنا جميعا لحكامنا وأولي الأمر منا وكل ما هناك أن حجازي تورط بحكم خجله ومركزه فكبر عليه أن يذهب في وسط هذا الجمع فيرى بعينه موقف الانهزام الذي لم يتعوده وأنه أخطأ وكل إنسان عردة للخطأ وكل خطأ لا بد أن ينظر فيه للنية والقصد وما دامت نية حجازي حسنت من الناحية التي قدرت الإساءة إليها وما دام قصد حجازي هو التواري عن أعين النظارة لا رفض المثول بين يدي سعادة مندوب جلالة الملك ومن كان حاضرا معه لهذا وتبرئة للرياضيين من تهمة كالتي وصم بها حجازي نطلب إلى الهيئات الرياضية أن تسعى جهدها لإزالة عقوبة حجازي حتى يزول ما علق بالأذهان من جرائها نجى الله الرياضة من شر الرياضيين وفعلا اتقدم اتحاد الكرة بالالتماس للأهلي عشان يخفف عقوبة حسين حجازي واللجنة التنفيذية بالأهلي قررت رفع الالتماس لللجنة العليا مع الموافقة عليه لكن اللجنة العليا للأهلي اللي اجتمعت يوم أربع مايو ألف تسعمية تمانية وعشرين رفضت الطلب وجه في محضر الجلسة نظرت للتماس المقدم من اللجنة التنفيذية الخاص بمسألة إيقاف رئيس فرقة كرة القدم حسين حجازي فقررت عدم قبول إعادة النظر في ذلك وسافر منتخب مصر عشان يلعب مبارياته في الدورة الأولمبية بأمستردام بدون حسين حجازي وكانت مكافئة تغليب الأخلاقيات إن منتخب مصر يحقق أكبر إنجاز في تاريخه الدولي بالفوز بالمركز الرابع في مسابقة كرة القدم وكانت الدورات الأولمبية بمثابة كاس العالم للمنتخبات في الوقت ده قبل ما تبدأ بطولات كاس العالم عام 1930 كان درس كبير المبادئ والأخلاقيات الأخلاقيات انتصرت وكان فوز الأهلي والمنتخب من غير أفضل لاعبيه أقوى دليل بأن الرياضة تعطي من يتمسك بالأخلاق فهل استوعى بل قائمون على الكرة المصرية الدرس؟ ترجمة نانسي قنقر